طبعاً مستحيل تروح مش هتروح دول ما انت بتدواري على العزر وبتفكري في الفشل أكتر من النجاح مش هتروح بجد لو بتضيعي وقتك في معرفة هي بتروح ولا مش هتروح ونسي واجباتك الصحية ونسي تفاصيل يومك اللي كلها حياة غير صحية مستحيل طبعاً تروح طبعاً هتروح إزاي؟ هتروح إزاي وانت مقضية اليوم كله نوم وشات على الموبايل بدل ما تقومي دلوقتي وتعملي تمارين تفيدي بها جسمك مش هتروح وانت لسه مش عارفة ان نسبة الدهون في جسمك تعدت التلاتين في المية ومحتاجة انك تقليليها بوجبات تنسبك مش هتروح طبعاً لو متجهلة السنين الطويلة اللي عدت من عمرك وانت عايشة بنمط حياة غير صحية وعايزة تصلحي كل السنين اللي فاتت دي فشا مش هتروح طول ما تفكيرك سلبي طول ما تفكيرك بعيد عن الالتزامات اليومية المطلوبة منك طب خلينا دلوقتي نطلع برا فكرة انها هتروح او مش هتروح وتعالي اسألك كام سؤال جربتي قبل كده تقليلي نسبة دهونك لنسبة تتناسب مع حجم العضلات داخل جسمك طب جربتي قبل كده تلتزمي بنمط حياة صحي وتتمرني بأوزان فترة طويلة طب سؤال كده بالعقل هل في طفلة بتتولد عندها الشكل ده في الجسم؟ طبعاً إجاباتك كلها هتكون لا أنا بقى جاي أقول لك جربي اللي هقولهولك في الفيديو ده وانتي في بيتك وبعدها بيحكمي إذا كانت الخفصة بتروح ولا مش بتروح ما تنسيش بس تعملي لايك وبوعدك أنك هتستفيدي بأي فيديو هننشره ومش هنضيع من وقتك الشكل ده بنسبة تتخطط 90% ناتج تراكم دهون تجمعت بشكل سيء في جسمك خلال سنين طويلة نتيجة لحياة عشوائية مش مجرد شهر أو اتنين وبمجرد من نسبة الدهون في الجسم بتقل بتشوفي تغيير مش بس على المكان ده في جسمك بالذات بتشوفي تطور وتغيير كبير على جسمك كله وصحدك مفيش بنت بتتوارد عندها الشكل ده في الجسم ومفيش بنت نسبة عضلاتها ودهونها في جسمها متناصقين وعندها الشكل ده إذن خلينا متفقين إن الموضوع في إيديك أنت شكل جسمك وصحتك في إيديك أنت مهما كانت مشاكلك حتى لو مش هتوصلي للنتيجة 100% ممكن توصلي للنتيجة 90% 80% 70% بالتأكيد هتخلي جسمك وقوتك وليقطك البدنية في حتة تانية خالص فقبل ما تعملي أي حاجة كده خلينا متفقين إن شكل جسمك وصحتك بإيديك أنت وتقدر تحوليهم بنمط حياة صحي ورياض فياريت بلاش بقى نردد الجمل من نوعية الخفصة عمرها ما بتختفي الخفصة عمرها ما بتتغير بصراحة كده دي هتبقى حقيقة لو أنت مصدقة ده فعلا الناس اللي بالعقلية دي عمرها فعلا ما هتتغير ولا هتغير شكل جسمها لا هتقلل نسبة الدهون ولا هتنتظم في التمارين ولا حتى هتعترف بتأثيرها في صحتها أصلا فخلينا نركز مع الناس الإيجابيين ونوضح لهم إنه الخفصة بتختفي ولو ما اختفتش فشكلها بيتحسن وبيكون أفضل بكتير جدا من الشكل الناتج عن الإهمال في التغذية وفي الرياضة أنت بس عليك تتمرني ووصلي نسبة الدهون ونسبة عضلات مقبولة وكل مشاكل جسمك هتختفي معها وارد يبقى فيه فعلا في بعض الأجسام الشكل ده وراسع عندها لكن مع الرياضة والأكل الصحي مستحيل هيكون شكل ملفت للنظر أو شكل يديك ومش بس المكان ده اللي هيكون شكله أفضل أنت هتشوفي شكل جلد مجدود بدون مشاكل تقريبا هتشوفي نضارة بشرة بدون أي سكينكير هتحس إن الدم بيجري كده في عروقك وبيغزي كل حتة في جسمك هتلاحظي الإيجابية في كل شيء في حياتك حتى على مستوى العلاقات والعمل والإنتاج الرياضة سهلة والتمارين كلها تقدر تلعبيها في بيتك وقابلك بنات كتير ياما بعتولنا رسائل شكرة على التغيير اللي حصل لهم وإحنا أصلا ما نعرفهمش عايزك تركزي معايا كده وتكوني متفقلة دايما كل التمارين اللي هوضحها لك هتقدر تنفزيها في بيتك هقولهالك بسرعة عشان لو أول مرة تشوفينا يبقى عرفتي الحل وتنفزيه وخطي خط جامد تحت كلمة تنفزيه لأن الناس كتير بتعرفوا ما بتنفسش فبيبقى تضيع وقت تركزي معايا في اللي جاي لازم تكوني فاهمة إيه هي المشكلة عشان وإنت بتتمرني تستهدفي المشكلة وتشوفي تأثيرها مع كل تمرينة بتتمرنيها ولو مؤقتا المشكلة إن عندك مكان الخفصة ده مكان عضلاته خملة تماما فاللي هنعمله باختصار وببساطة إننا هنمرن الخلايا الخملة دي وهنغزيها ونسيبها تنمو هتلاقي نفخة بسيطة في العضلة بعد تمرينها وهنرجع تاني بعد ما تكون أعادة بناء نفسها بشكل أكبر هنمرنها ونغزيها ونسيبها تعيد بناء نفسها تاني وهكذا ودي فكرة تمرين المقاومة اللي بتعمل الأجسام الكيرفي اللي بتشوفيها في السور والفيديوز التمرين هو مرحلة تفتيت للخلايا وعمل هايبر تروفي لها يعني مش مرحلة بناء زي ما كتير مننا متخيلين إن التمرين هو اللي بيبني خلايا العضلة التمرين بيعمل تفتيت وفشل عضلي وده بيحفز الجسم على إنه يبني خلايا في المكان اللي حصله التفتيت ده فلما تركزي في تمرين العضلة النائمة هتلاقي نتيجة وحجم أفضل في العضلة دي وكلمة تركيز هنا مش معناها إن كل يوم تتمرنيها أو تفضلي تتمرنيها بالساعات لا التمرين دي سيستم معين وده هتلاقيه في آخر الفيديو هحط لك نظام تمرين تطبقيه في البيت بأدوات من البيت بمنتهى السهولة المهم إنك لازم تراعي فيه النقط اللي جاية دي أول حاجة لازم تدي التمرين حق بمعنى إن عندك النهاردة تمرين ما تقوميش ترفعي رجليكي وتقولي أنا بطمرن لا ذاكري التمرين قبل تطبيق فكري شوية وشوفيه مرة واثنين وثلاثة قبل ما تقومي تتمرن ركزي في الوقت لو وقت التمرين ما عندكيش طاقة ما تقوميش تتمرن استني الوقت تاني أفضل تكوني متحمسة فيه وتقدري تدي للتمرين حق قولي صمارة فكهة أو صمرتين حسب سعراتك قبل التمرين هيدوكي انرجي ودافع لإنك تتمرني بطاقة أعلى ونفس أطور بتحب تسمع ميوزك معينة بتحمسك وتخليكي عايز تتنططي هاتي الهند فري بتاعتيك واسمع اللي يعجبك فرفشي انتي هتتمرني عشان دي متعة مش عشان ده علاج لمشكلة تاني حاجة وانتي بتتمرني ركزي جدا إن العضلة دي هي اللي شايلة الوزن وهي اللي بتقوم وهي اللي مضغوطة بسبب التمرين مش أي مكان تاني في جسمك احنا كل هدفنا من تمرين المقاومة إننا نعمل عصر للعضلة المستهدفة مش إننا نعرق وننهج ونتعب جسمنا تالت حاجة ما تنسيش تعملي ورم أب كويس الإحماء والستريتشات قبل التمرين ليها فوايد كتير غير إنها بتحفزك لتطبيق التمرين صح فهي شيء صحي جدا للمفاصل والأوطار والشد العضلي فما تنسيهاش أبدا وانا أحطها لك مع التمرين في نهاية الفيديو عشان ما تنسيش طب خلصنا موضوع التمرين وقدناه على أكمل وجه هيجي بقى دور التغزية التغزية في الحالة دي بتكون سهلة لأن هنا كل اللي محتاجة إنك تدخلي بروتين كافي لبناء العضلة ويكون أكلك صحي على مدار اليوم ببساطة هتعملي اللي هقولك عليه هتدخلي على حساب السعرات من أول تعليق تحت الفيديو ده دخلي وزنك وطولك وسنك هيطلع لك أنت محتاجة كام سعر حراري في اليوم لو عايزة تخسسي قللي منهم 500 ولو عايزة تزيدي زودي 500 وما تيلاقيش في الحالتين جسمك هيبني خلايا عضلية في الخفصة دي اللي هي العضلة النائمة لكن بنسب طبعا لو بتقللي أكل الزيادة هتكون أبطأ شوية طب أعرف البروتين إزاي والكربوهايدريت إزاي والدهون الصحية إزاي وإيه هي أنواع الأكل اللي عمل منها وجباتي حطالك كل ده في أول تعليق تحت الفيديو سؤالتين طب أعرف منين أنا جسمي محتاج كام جرام بروتين في اليوم هي الدراسات بتقول إن الموضوع مش سابت وبيختلف باختلاف شدة التمرين لكن من الآخر لو عايزة تدماني إنك بتدخلي يوميا كمية البروتين الكافية لجسمك اضربي وزنك في 2 يعني لو وزنك 60 اضربي 60 في 2 يبقى كلي يوميا 120 جرام بروتين ويكونوا من داخل سعراتك بمعنى إن لو ليكي 2000 كالوري في اليوم الجرام البروتين فيه 4 كالوري يعني هنضرب 120 جرام بروتين في 4 هيدينا 480 سعر حراري من مجمل سعراتك طب إيه الأكلات اللي فيها بروتين عالي؟ عندك السمك واللحمة وصدور الدجاج والتركي والبيض وفي أول تعليق تحت الفيديو حطالك موضوع شامل عن البروتين وأنواعه والأفضل جودة طيب خلصنا التغذية؟ كله تمام كده كتغذية وتمرين لكن برضو لسه ما خلصناش فكرة البناء يعني ممكن نتمرن كويس وناكل كويس وبردو النتيجة غير مرضية بسبب إننا ما عملناش recovery ببساطة كده إنتي بالتمرين أهلت العضلة إنها تتبني وحفزتي جسمك إنه يقوم ببناء خلايا عضلية في المنطقة دي وبالأكل الصحي والبروتين الكافي جسمك هيبقى فيه تغذية مناسبة وجهزة لبناء خلايا عضلية لكن هيبنيها أثناء نومك فإحنا نقدر نختصر عملية recovery فإننا بعد ما مررنا العضلة هنسيبها ترتاح من يومين لتلاتة مع جودة نوم عالية وهنا قدر أقول لك مبروك أنت على الطريق الصح والنتيجة جاية جاية يعني ما تحسبلهاش بقى جات بعد أسابيع بعد شهر اتنين ده موضوع جينات وراسية ما نقدرش أن نتحكم في سرعة النتائج لكن 100% لو طبقتي اللي قلته هتوصالي للperfect body مش بس إنك تزبطي المنطقة دي شوفي في الدقائق اللي جاية نظام التمارين ابداي الأول بتسخين الجسم من 15 دقائق وليكن مثلا بنط الحبل أو الجري في المكان وبعدين نبدأي تمارين المقاومة التمارين الأول rainbow lift exercise خلي إيدك مفروضة تحت مستوى كتفك من غير ما تحملي بوزنك على كواك ورجلك تكون مفروضة تحت مستوى الحود افردي رجلي واحدة من رجليكي وليكن مثلا الرجل اليمين ابدأ يرفعيها وحركيها يمين وشمال كأنك بترسمي برجلك نص دايرة التمرين ده هيشغل عضلات مؤخرة كلها من كل الجوانب التمرين الثاني الفروج بريدج بتغضي وضعية البريدج العادية بس بتخلي أدم رجليك اللي اتنين ملامسين لبعض ورجلك بتفتحيها زي الشكل اللي قدامك في الفيديو التمرين ده بيستهدف العضلة الضمة وكمان عضلة المؤخرة الجانبية تمرين ممتاز للي بيعانوا من مشكلة الخفصة اعمليه زي الفيديو بالظل تمرين الثالث من أهم التمرين لشد الأفخاد الأمامية والخلفية والجزء الصفلي من الجسم كله افتحي رجلك في مستوى أوسع من مستوى الحود شوية خدي نفس عميق للداخل وشدي بطنك وعلى طول ارجعي بوستك لورا وانزلي بيه لتحت الزاوية 90 درجة عند رجبتك أو أكتر كمان خدي بالك ان كعب رجلك يكون ثابت على الأرض تماما ومش واقف على أطراف صعوبعك اثباتي ثانية تتغطي بيها على كل عضلات رجلك خصوصا الأفخاد الأمامية والخلفية بعدها طلعي بالمؤخرة الفوق وانتي ثابت على كعب رجلك بعدها طلعي نفسك للخارج نامي على جنبك واتني رجبتك شوية ابدأ ارفعي رجبتك لفوق مش لازم وانتي بترفعيها توصلي ل90 درجة ارفعي لنص المسافة أو على قد ما تقدري أهم نقطة انك تتغطي على عضلات المؤخرة الجانبية وانتي بتعملي التمرين ده ثبتي رجلك فوق لثلاث ثواني وبعدها نزلي رجلك ببطء اعملي التمرين ده 10 عدات ونامي على الجنب الثاني واعملي 10 عدات برضه تمرين الخامس تمرين هيشغلك عضلات المؤخرة وخصوصا عضلة الجلوتس ميديس اللي بتملى تجويف الخفصة خلي ايدك تحت كتفك بالزبط ورقبتك تحت منطقة الحود ارفعي رجلك للجنب واتغطي على عضلات المؤخرة وبعدين نزليها ببطء حملي بوزنك على رجلك السابتة مش على ايدك عشان ايدك ما توجعكيش وكمان عشان تعرفي تركزي في التمرين وارد جدا تكون في حالات صعبة وارد تكون محتاجة سنين بس الاكيد انك مجرد ما جسمك بيوصل لنسبة دهون مقبولة مع فاطر التمرين حديد مع الجم جسمك بيتحول وشكله بيتغير بلاش تدي وقتك للكلام السلبي اللي بيستهلك طاقتك فحاجات تأثيرها عليك عمرها ما هيكون ايجابي ضيعي وقتك في تفكير يفيدك زي ازاي يعمل وجبات صحية في المطبخ ضيعي وقتك في ازاي تعملي وجبات صحية طعمها حلو ولذيز ضيعي وقتك في الكلام عن التمرين وايه اكتر تمارين ممكن تناسب جسمك اعملي افعال وخضي بالاسباب وملكيش دعوة بالباق في ناس كتير ما نعرفهاش ولا عمرها كلمتنا تبعت لنا صور تحولاتهم من خلال فيديوهات القناة وتحولات جسمهم كأنهم بيتمرنوا في اكبر نوادي في العالم ضيعي وقتك في الحاجات اللي المفروض تعمليها وسيبي النتيجة زي ما تيجي جربي بس كده شهرين تلاتة تماشي يومك بالطريقة دي وهتشوف التحول اللي هيحصل لك الطريقة دي هي انك تعملي العليكي وبس واخر حاجة هقولها لك النتائج من الرياضة زي بنا بيت في البدايات بنعمل اساس قوي وبرغم المجهود الجبار وصعبت البدايات ما بيظهرش نتيجة ناس بالتعب والمجهود المبزول لكن لما بنستمر في البنا بيبدأ يظهر لنا معالم بسيطة للبيت وبرغم ان المرحلة دي مرحلة اسهل بكتير من مرحلة البدايات الا ان نتائجها دايما بتكون مفرحة بعدها بتيجي مرحلة التشتيبات اللي فيها اقل تمرينة بتظهر جمال جسمك البدايات في الرياضة صعبة والنتائجها اقل من المتوقع لكن مع الاستمرار شهر وراء التاني هتنبهروا بالتغيير اللي بيحصل لحياتكم سواء في شكل الجسم وجودة الصحة او في شكل حياتكم والانجازات في العمل والدراسة الرياضة مش سباق سرعة مش سباق 100 متر قصير خلال اقل عدد ثواني الرياضة مرس طويل الاهم فيه الاستمرارية وعدم التوقف حتى لو بسرعة بطيئة جدا